موسيقى أهلا بكم في حلقة مدار الغد نتابع معكم الليلة مع التأكيد على إجراء الانتخابات هل يترجم الشباب العراقي تأييده للحراك عبر كثافة التصويت هل تعزز الانسحابات المتواترة من السباق الانتخابي حظوظ التأثير الإيراني على المشهد الانتخابي موسيقى أهلا بكم إلى مدار الغد بعين القلق والترقب تنظر الأوساط السياسية والشعبية في العراق إلى الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل قلق من شرعية العملية الانتخابية في ظل الانسحابات المتكررة واحتمالية عزوف الناخبين وترقب بعنف سياسي محتمل قد يصاحب الاستحقاق الانتخابي مركز تمكين السلام في العراق استطلع آراء الناخبين في يونيو الماضي حول العملية الانتخابية ونسبة المشاركة وفرص المرشحين والقوى السياسية ووفقاً للاستطلاع رأى نحو 44% أن تلك الانتخابات لن تكون حرة أو عادلة على الإطلاق بينما رأى نحو 19% أن الانتخابات ستكون حرة وعادلة إلى حد ما في حين أكد 4.4% أن الاستحقاق الانتخابي سيكون حراً وعادلة أما بالنسبة لتوجهات الناخبين جاءت النسبة الأكبر لمقاطعي الانتخابات بنسبة بلغت 34% بينما قرر 25% ممن شملتهم عينة الاستطلاع إعطاء أصواتهم للمرشحين عن حراك أكتوبر في حين حصل مرشح الأحزاب التقليدية على أصوات 4.2% بينما حصل المرشحون المدعومون من رئيس الوزراء على 2.5% أما بالنسبة لتوقعات الناخبين فقد توقع نحو 33% فوز مرشحي الأحزاب التقليدية بينما رأى 13.3% إمكانية فوز مرشحين عن حراك أكتوبر في حين ظلت النسبة الأكبر غير متأكدة من النتيجة المحتملة بنسبة بلغت نحو 45% ترجمة نانسي قنقر إذن مع تواصل التأكيد على إجراء الانتخابات العراقية نبحث في فرص الشباب العراقي وترجمة الدعم الشعبي لمكاسب انتخابية مع ضيوفنا من بغداد رئيس مركز العراق للشؤون الاستراتيجية دكتور صلاح بوشي المتحدث الرسمي باسم تنسيقية المرشحين المستقلين بالعراق مانع عمر الشريفي وأيضا الناشط السياسي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي السيد حسين النجار أهلا بكم ضيوفنا الكرام أبدأ معك سيد بوشي بالتأكيد مرارا وتكرارا أن الانتخابات ستجري في موعدها في ظل الأوضاع الآن القائمة عراقيا هل الاستحقاق الانتخابي سيجري في موعده المقرر أكتوبر المقبل؟ مساء الخير عليك وعلى الجمهور وضيوف الأعزاء الكرام بالتأكيد اليوم الإرادة الجماهرية والإرادة الشعبية أنصح التعبير تؤكد على رغبتها في المشاركة الانتخابية وتحديد عشرة عشرة هو ليس فقط بالرؤى السياسية التي اجتمعت على ذلك الموضوع بتصريح من السلطة التنفيذية لكن المرحلة الحالية تطلب عزم في عملية إتمام المرحلة الانتخابية أما مسألة المراهنة على التأجيل أو المغالطة والتأثير على ذلك الموعد سيخسر العراق العملية الديمقراطية برمتها وبالتالي هذا هو تحذير على أنه لا نذهب إلى خسارة النظام السياسي والنظام الديمقراطي المسألة ليس فقط هو قرار السلطة التنفيذية لكن مجتمع مع كثير من المرتكزات منها الجماهيرية منها الاستعداد الفني والدعم الدولي لجهاز المشرف على الانتخابات كمفوضية مستقلة وبالتالي هذه المقاومات دلالات على وجود تأكيد على نفس الموعد هو عشرة عشرة إذن الانتخابات في موعدها المقرر كما ترى سيد بوشي سيد الشريفي هل تتفق مع مقاله سيد بوشي حسب استطلاع أيضا لمركز تمكين السلام 44% فقط يرون أن تلك الانتخابات لن تكون حرة أو عادلة على الإطلاق هل يمكن القول اليوم أن هذه النسبة تشكل ربما عامل منع لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نعم تحية طيبة لك ولضيبك الكرام ومشاهدي قناتكم الكريمة نعم أتفق بما تفضل به الآن الدكتور صلاح بوشي وما تحدث بيحاول أنه ضرورة إجراء الانتخابات في عشرة عشرة ومن الخطورة ما إذا تأجلت أكثر من مرة أو ابتعد موعدها عن الموعد المحدد والتي هي الانتخابات المبكرة التي حقيقة تحدد موعدها بناء على طلب الجمهور العراقي وعلى ثوار ومنتفضي تشرين وعلى حتى من الأحزاب السياسية ومن ضمن الأحزاب التي تطلب تأجيل الانتخابات هي من حددت هذا الموعد أما بالنسبة للنسبة الأربعة واربعين بين الواقع وبين مواقع والمواقع بين الواقعنا نحن بالنسبة أنه هناك إعلام مغرض أكو إعلام يحاول استهداف العملية السياسية الديمقراطية وعلينا هنا أن نفصل بين العملية السياسية الديمقراطية وبين السياسيين السياسيين هناك مثلا هناك من أخطأ بحق الشعب العراقي هناك كتل سياسية كبيرة متهمة بالفساد ويعني أساءت لأسلوبها بأداءها السياسي بالتالي أضرت بالعملية السياسية وجعلت شيء من عدم الثقة بين المواطن وبين العملية السياسية وبين العملية الانتخابية هذه الأحزاب بذاتها هي اليوم لديها جيوش ألكترونية ما يسمى بالذباب الألكتروني الذي يعمل على إحباط الشارع العراقي وعدم الإسهام بالمشاركة الفاعلة بالانتخابات القادمة على عكس ما يعلن من قبل قياداتها الذين يظهرون في التلفاز ويدعون الناس إلى من تقصد سيد الشريف الآن أأتيك بالكلام حتى تضح أكثر وضوحة نعم هؤلاء زعماء الكتل السياسية واللي هم تابعين لأحزاب سياسية يظهرون بالتلفزيون ويقولون نحن ندعو الناس إلى مشاركة يعلمون أن الناس لا تحبهم ولا تهواهم بالتالي سوف يكون سبب في مقاطعة الناس وبالتالي هناك جيوش ألكترونية تعمل على إشاعة التزوير وإشاعة الخوف من العملية التخابية وأن هذه العملية التخابية سوف تعيد نفس الوجوه بس حتى تكون النقطة مهمة جداً هذه وبعدها هنا سوف يكون الهدف من الأحزاب السياسية أن يعزف الذين لا ينتمون للأحزاب السياسية عن الانتخابات ويقدم إلى الانتخابات منهم ينتمون إلى الأحزاب السياسية وبالتالي المعادلة تساوي إعادة نفس الوجوه لذلك يجب أن يكون هناك حقيقة تذكيف وتوعية على سلوك الانتخابي الصحيح إذن تدعونا لمشاركة من قبل الشباب في هذه الانتخابات المقبلة سيد الشريفي وضحت الفكرة يجب أن أذهب لسيد حسين النجار سيد النجار التغيير مطلوب حسب السيد الشريفي ولكن هل يمكن للانتخابات المقبلة بهذا الشكل بهذا الواقع عراقيا أن تحقق المراد من هذه الانتخابات التغيير الكبير الذي يريده حراب تشرين والعراقيون أيضا شكرا لحضرتك والتحياتي لضيفك الكريمين وأيضا التحية لجمهور العربي المصري واليوم بالحقيقة العراق احتفل مناسبة المؤوية الذكرى المؤوية لولادة العراق وتأسيس دولة العراق لكن للأسف نلاحظ أن العراق لا يزال في وضع الطبيعي وليس هناك أي تقدم والسبب من ذلك هو أن القيادات السياسية والحكام بالعادة لا يتحدثون بشيء وبالحقيقة الواقع شيء آخر لعم أن الانتخابات مطلوبة للتغيير لكن بالحقيقة هذه النسبة التي تحدثت عنها هي بالواقع هي قليلة جدا أمام آراء الناس التي نتابعها ونلتقي بها يوميا هناك حملة واسعة لمقاطعة الانتخابات وهناك عزوف كبير على اعتبار أنه نتحدث عن مشاركة سياسية عن تطور بالعملية السياسية نتحدث عن نظام سياسي من 18 سنة ولا اليوم ما قدم شيء والمشاركة السياسية للناس هي لا تذهب فقط إلى صناديق الاقتراع وتضع صوتها في يوم الاقتراع فقط وإنما تريد أن تساهم بالعملية السياسية برمتها لذلك الحركة الاحتجاجية عندما انطلقت في شباط 2011 ولاحقا تموز 2015 ومن ثم انتفاضة تشريف 2019 تطور الواعي عند الناس من المطالبة بالخدمات الماء والكهرباء وغيرها إلى مطالبة سياسية برحيل القوى السياسية التي تحكم الآن فعندما نتحدث عن انتخابات لا تحقق التغيير بالحقيقة لا نريدها أن لا تكون للتغيير نريد أن تكون هذه الانتخابات رافعة للتغيير الشروق اليوم والاستعدادات للانتخابات تضعنا أمام خيار أنه هذه الانتخابات بالحقيقة النتيجة التي تحكم القوى السياسية الكبيرة المهيمة على السلطة منذ 2003 ولا اليوم هي نفسها من تساهم وتتنافس في بناء انتخابات جديدة لذلك القوى الشبابية لا يمكن لها أن تكون موجودة في البرغمان وحتى أن كانت موجودة فيها لن يكون لها تأثير ابقى معنا سيد حسيني النجار وضحت الفكرة نتوقف قليلا لمتابعة هذه اللقاءات من الشارع العراقي كاميرا الغد سألت بعض الشباب والشابات عن مشاركتهم وهل ستشهد الانتخابات ترجمة للدعم الشعبي للحركة كانت الإجابة كالتالي ما عندي حقوق بالعراق حتى شارك بانتخابات أنا كل سنة الانتخاب راح نسوي نبلط ومجاري لا خدمات موجودة لا رواتب عندنا أعطني على العمل شهائد عندنا وقاعدين ها نشتغل عمال شنو أشارك بانتخابات غير يستفاد واني ما مستفاد بشنو مستفادة عن انتخابات أننا حاليا ماكو لا كهرباء لا مي لا تطور لا تبليط ياه اللي خلونا بغاية الحكومة منشوف منا أي شي نهائيا لا ما أصور نشارك ماكو فالتغير ملمسنا شي جديد يعني ونتأمل إذا صار فالتغير يعني هم يخلونا نتأمل شي صار جديد غير كتبتوننا تعرف التظاهرات اللي صارت والشباب اللي يتحرك من أجل التغير فإنه التغير قادم إن شاء الله عن طريق الانتخابات طبعا لا ما راح أشارك لأن ما حد يستاهل أن تخبه ماكو حد يستاهل أن تخبه إن شاء الله راح أشارك حتى يصير في التغير إن شاء الله الحال الشباب والحال العالم بل كنت يصير في التغير عسى ولعل نشوف تغير يعني وراء صارت هوا يعني مشاكل من ظاهرات كورونة شوية الشباب تأذى وأكثر الفئة الشباب تأذى بهذا الشي أيا شارك طبعا ها أريد واحد يخدم البلد يساعد الناس وساعد الناس اللي تعبانة ومورها والله أولا أنا لا من طائفة ولا من سياسة والثانيا أنا ما راح أم طرقي لأن دولة تعبانة يعني إش قد انتخبنا وإش قد أهنا انطورايا أنا هاي أول سنة اللي لازم أشارك فما راح أنطي أولا يجون يطوك فلوس وهذا يقول لك تعال نسوي مثلا نسوي لكم هيتش يوعدون أوعيد كاذبة كلها العراق بسببهم تلف وتعب إذن تعب العراق كما أشارت المستطلعة في نهاية هذه المادة المصورة التي وصلتنا من بغداد الآن بالعودة مجددا إلى السيد صلاح بوشي سيد بوشي ما بين الآمال بالتغيير وأيضا ربما الإحباط مما هو قائم الآن عراقيا من الذي يمكن أن يجني نتاج الحراك في الشارع وبالتالي تكون المكاسب الانتخابية السياسية كما يريدها الشارع العراقي نعم صديق العزيز المرحلة الانتخابية هي ليس مرحلة لملك القوة السياسية والجهات السياسية وبالتالي هي مرحلة عامة صح التعبير لأنه فيها جمهور آخر غير جمهور السياسي وبالتالي القوة السياسية تحتمد على جمهور محدد هو جمهور يسمى بالجمهور السياسي لكن اليوم الحراك الجماهيري والحراك الشبابي وكثير من الساحات التظاهرات التي طالبت في عملية تغيير في المشهد السياسي القادم اليوم مثلما أسلفنا أن المرحلة ليس ملك القوة السياسية وبالتالي لا وجود مخاوف أن لا تكون انتخابات أو لا تكون انتخابات حرة أو نزيهة ما زال هناك أسرار ورغبة لجمهور العراقي وبالتالي قد تكون الشراكة في المشهد الانتخابي القادم أو في المشهد السياسي القادم لإدارة الدولة العراقية مناصفة بين الجمهور السياسية تابع للقوة السياسية والجمهور الآخر الذي كان في السنوات الماضية عازف على عدم المشاركة بسبب نوعية وأسلوب القوة السياسية والنموذج السياسي اليوم حتى الاستطلاع الذي عرضته شاشتكم الكريمة هذا ليس بالمؤشر القطعي لأنه كل المستطلعين لديهم الرغبة أن يكون دولة عراقية دولة مؤسسات تقدم الخدمات وبالتالي اليوم السلطة التشريعية ليست معنية بتقديم الخدمات ابقى معنا سيد بوش انتقل للسيد الشريفي سيد الشريفي السيد النجار قبل قليل تحدث وقال الشروط والاستعدادات للانتخابات المقبلة عراقيا تشير إلى أن الهيمنة ستكون واضحة وتستمر منذ عام 2003 حتى هذه الانتخابات من الطبقة السياسية لماذا الانتخابات إذن؟ أعتقد أنه نظام ياسي قائم لمدة 18 سنة من الطبيعي أن يكون هو مهيمن لكن في ظل نظام ديمقراطي سياسي يعتمد على صناديق الاقتراع هناك فسحة كبيرة وأمل كبير وهذا يعتمد على وعي الشارع العراقي وعلى سلوك الناخب العراقي في إجراء تغيير لا أعتقد أنه سوف يكون في المرحلة القادمة تغيير وهذا طبعا الكلام يفهمه الأكاديميون والسياسيون ولكن قد يعطي بعض الأحباط للشارع العراقي لكن دعونا نتكلم بجدية وواقع هناك أمل كبير أن يكون تغييرا نسبيا يعد محطة أولى لتغييرا كبير في انتخابات ما بعد 2021 لذلك اليوم هذه القراءات اليوم نحن في ظل هذه العملية السياسية الديمقراطية لا نلتفت إلى شيء مهم وهو العامل الدخول كتلة كبيرة وشريحة كبيرة هي الشباب الشباب من مواليد 1999 و2001 و2002 و2003 ما يقارب عددهم من 5 إلى 6 مليون شاب اليوم حصلوا على الغطاء القادوني للمشتركة بالانتخابات هؤلاء أعدادهم بحسب القياسات للانتخابات السابقة يوازج مهور الأحزاب الذي انتخبهم في عام 2018 هؤلاء الشباب اليوم إذا شاركوا بالعملية الانتخابية من الممكن أن يكون الحكومة حتى ليست بيد الأحزاب السياسية التقليدية ممكن أن تكون بيد المستقلين الذين هم اليوم هل هذا الكلام منطقي سيد الشريفي يعني حتى موضوع تقاسم السلطة ما بين شيعة وسنة وكرد في العراق هذا الأمر واضح بالنسبة لكثيرين هل يمكن أن تكسر هذه الحالة وعلى عجالة؟ نعم بإرادة الشعب العراقي وبإرادة الشباب وهذا الكم الهائل من الشباب الذي دخل إلى العملية الانتخابية وهذا الأمر يساعد عليه الإعلام الواعي والإعلام الوطني وحجب الإعلام المهور الذي يثير الإحباط الشاركي والبنو من الشاركو يجب على الجميع أن يشارك وأن ينتخب وجوه جديدة لتغيير السلطة السابقة ابقى معنا سيد الشريفي سيد النجار هل تتفقون مع مقاله السيد الشريفي؟ ولماذا حتى الآن حراك تشرين لم يلملم نفسه ويشارك في الحياة السياسية وبالتالي يدخل إلى قبة البرلمان ويستطيع أن يحقق بعضا من مطالب الشارع؟ بالحقيقة نرجع قليلا على أن هذه الانتخابات ليست انتخابات مبكرة القوة السياسية الكبيرة الحاكمة في البرلمان وفي السلطة التنفيذية والمهيمة على المشهد السياسي أجلتها إلى أكثر من سنة ونصف وهي تسعى الآن إلى تأجيلها إلى نهاية موعدها الدستوري على اعتبار أن هذه القوة خسرت جمهور كبير من خلال الانتفاضة وفي الانتفاضة استطاعت بزج جمهورها الذي حرف بعض مسارات الانتفاضة التي استطاع أن يخرب، الذي استطاع أن يعمل على بعض القضايا التي لا تمس جوهر الانتفاضة منها مثلا تعديل قانون الانتخابات قانون الانتخابات الحالي هو لا يتيح مشاركة واسعة للشباب على اعتبار اليوم الدوار المتعددة بالحقيقة ليست فيها منافسة على سين المثال أنا نافست في انتخابات 2018 وحصلت على 2745 صوت أصواتي تعادل أصوات نواب 103 من بقية القوائم لكني لم أستطيع الحصول على لكن الآن تغير قانون الانتخابات الآن تبقى لنظام الفردي نعم هذا واحد الدائرة الفردي تكون فيها المنافسة للقوى السياسية المهيمة التي ترتلك المال والنفوذ والسلطة وسلاح الميليشيات والعشائر وغيرها من الأغراءات الأمر الآخر قانون الأحزاب اليوم عندنا غير مطبق هذا القانون الذي يمنع الأحزاب السياسية التي تملك أدرع مسلحة هذا القانون السلطة التنفيذية الحكم العراقية لا تزال غير منفذة لهذا القانون وحتى الأحزاب الشبابية اليوم التي تأسست هي ليست بإمكانها أن تنافس على اعتبار المتطلبات تشكيل أحزاب جديدة متطلبات مرتفعة جدا مثلا عندما تسجل حزب سياسي عليك أن تدفع مبلغ 25 مليون دينار ما يعادل 20 ألف دولار وليس بالإمكان من شباب أن يجمعوا هذا المبلغ وبالتالي هناك أحزاب شبابية تأسست لم تستطع أن تفتح مقر لها بالعراق وبالتالي كيف لها أن تنافس هذه القوى السياسية المتحكمة من المشهد السياسي ابقى معنا سيد النجار وضيفي الكريمين أنتقل الآن بكم إلى ما كشف عن مركز تمكين السلام في العراق عن العوائق التي قد تقف أمام عملية انتخابية شفافة في العراق نرصد هذه العوائق ونستأنف الحوار مع ضيوفه ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مجددا وأجدد الترحاب بضيوفي من بغداد أنتقل لك سيد بوشي في العوائق التي يمكن أن تكون عامل ربما غير مساعد على إتمام الانتخابات في موعدها المقرر هل العوائق التي ذكرها المركز قبل قليل يمكن بالفعل أن تطبق واقعا وتقف حاجزا منيعا أمام طموح العراقيين بالتغيير؟ اليوم الفرصة المشاركة في الانتخابات هي فرصة متاحة ومضمونة دستوريا وحتى بالعرف السياسي هو قابل على أن تكون هناك انتخابات مبكرة أمام الجمهور العراقي أيضا الاستعداد الذي ربما قد يفاجئ الرأي العام بحضوره على اعتبار أن الجمهور العام أصبح أكثر عددا من الجمهور السياسي لأنه أضافت بعض المواليد التي فيها عدات كبيرة أضافت إلى حجم المشاركين في الانتخابات اليوم إذا أردنا أن نسلط الضوء إعلاميا على عملية العوائق وربما قد تكون هذه العوائق بعض الإشكالات في الاتفاقات السياسية وليس في الإجراءات أو التحضيرات لجهاز الانتخابات اليوم الدعم اللوجستي متوفر القضايا الفنية والقضايا اللوجستية أيضا هي جاهزة وبالتالي أعلنت جهاز المشرف على الانتخابات بأتم الاستعداد إضافة إلى الجمهور واستعداد الجمهور أيضا يجب أن ننقل الصورة إعلاميا ببرؤية تحليلية صادقة ونبتعد عن المعرقلات حتى في حديثنا في هذا المحور لكن المعرقلات للانتخابات كثيرة من سيضبط سلاح الميليشيات الإيرانية على الأرض العراقية وهناك حديث عن تأثيرات لهذه الميليشيات على سير كل العمليات الانتخابية السابقة سيد الكريم يعني اليوم المشهد الانتخابي ليس بالمشهد الانتخابي الماضي كثير هناك من الفوارق الموجودة في عملية عدم تكرار المشهد الانتخابي في السنوات الماضية قد تكون هناك مؤثرات قد وجود أجندة خارجية وجود تداخل سياسي خارجي كل دول العالم كانت متداخلة فيه في النظام السياسي اليوم ما يحكم القضية قانون الانتخابات قانون الدوائر أيضا وجود يعني قد يكون عدد المستقلين ملفت للنظر أكثر من 700 مرشح مستقل غير تابع للقوة السياسية وبالتالي هذا النضوج في الفكر السياسي لدى الجمهور ولدى المرشحين أعتقد هذه راح تكون مقاومات تسلم العملية الانتخابية قضية التسويق للسلاح المنفلت ووجود ميليشيات وتدخلات أعتقد هذه الموضوع ربما جميع الدول المحيطة بالدولة العراقية وخصوصا السلطة التنفيذية تسعى إلى مؤتمر إقليمي هذا يعزز العملية الانتخابية وربما يترك التدخل سيد الشريفي أنتقل لك هل من ثقة في حراك تشرين ومن سيترشح عن هذا الحراك؟ كثير من الحركات أفرزها حراك تشرين الثقة اليوم هل هي متبادلة؟ اليوم تشرين أصدرت حقيقة أو صدرت قيادات شبابية جيدة ورائعة ومتمكنة هؤلاء القيادات الشبابية منهم من ذهب باتجاه تكوين أحزاب سياسية ومنهم من ذهب باتجاه أن يرشح مستقلا في الانتخابات القادمة الأحزاب السياسية التي تم تسجيلها والتي كانت وليدة ساحات التظاهر أيضا انشطرت إلى رأيين رغم أنه مسجل ويحمل الغطاء القانوني السياسي وله اسمه ومساحته في المجتمع العراقي والمحافظات العراقية لكن كان له رأي وأعتقد بسبب قلة المادة أن يقابل هذه الانتخابات وهناك يدخل بقوة وحقيقة جهز نفسه إمكانيا وكذا عدى مرشحين في كل المحافظات ودخلوا في العملية الانتخابية وهناك أصوات من تشرين تشكك أن البعض يقول لك هؤلاء الذين شاركوا في عملية الانتخاب من أين لهم هذه الأموال أيضا هناك بديل لينتخب بعض الأخوان المستقلين الذين أقدموا على الانتخابات وهذا حقيقة يتيح أكثر من خيار للتشرينيين والمتظاهرين وإلى عمو أبناء الشعب العراق الذين ينمون ويلدون التغيير لذلك بهذا الفكر وبهذه الثقافة وبنية جاد للتغيير نتطلع إلى أن تكون هناك حقيقة مشاركة فاعلة في الانتخابات القادمة يبقى معنا سيد الشريف أنتقل للسيد حسين النجار سيد النجار هل بالفعل اليوم المطلوب تدعيم هذه الانتخابات بمشاركة واسعة من الشباب أم أنك تنسف فكرة إجراء الانتخابات من أصلها في هذه المرحلة؟ بالحقيقة لا نريد أن تنسف الانتخابات العراق يجب أن يبنى على الأساس الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة لكن أن تجري الانتخابات في ظل هذه الظروف الحالية في ظل عدم توفر شروطها ومنها مثلاً علي سيلم مثال تغول الميليشيات لا نتحدث عن تغول الميليشيات سابقاً الآن أكثر ربما وما يجري الآن من عمليات قتل واغتيال واختطاف الناشطين وتغييبهم وكذلك ترشيح عدد من القتل والمجرمين الذين كانوا داعمين للحكومة السابقة التي قتلت المتظاهرين الآن هم مرشحين للانتخابات والفاسدين الذين نهبوا المال السياسي الكبير المال العام أيضاً الآن يقومون بإداء هذا المال أو توسيع على المواطنين الفقراء من أجل شراء أصواتهم وذممهم كيف يمكن أن تكون انتخابات عادلة في ظل وجود هذه الميليشيات نريدها أن تكون انتخابات لكن بشروطها واشتراطاتها التي وضعتها انتفاض التشريين بالحقيقة حتى انتفاض التشريين وهذا القانون الذي نتحدث عنه هو بالحقيقة كان التفاف على ما طالبهم وأما مشروحهم اليوم الذي طالب من الانتخابات هي القوة السياسية التي ترى بالتغيير هو الذي يجب أن يكون لكن أي انتخابات انتخابات عادلة ونزيهة تغيير منظومة الحكم الحالية منظومة المحاصصة الطائفية واضح التي تدعمها الدول الخارجية إلى نظام العدالة الاجتماعية إلى نظام المواطنة هذا لا يمكن أن يكون في ظل أبدا أنت لا تتفق سيد النجار ما قاله سيد الشريفي يمكن أن تكون هناك ثقة متبادلة ما بين الحراك الشارع العراقي وبين من رشحوا أنفسهم لهذه الانتخابات السيد الشريفي تحدث وقال أن الذين ترشحوا الانتخابات المقبلة عن حراك تشريين لديهم ثقة متبادلة مع الشارع هل هذه حقيقة؟ بالحقيقة شباب انتفاض التشريين موجودين اليوم ويستطيعون أن يكونوا موجودين في البرلمان لكن نتحدث عن تأثير ضعيف ربما يحصلون على مقعد مقعدين عشر مقاعد خمسين مقعد لكن تأثيرهم لا يكون بالذي نريده أن يكون هناك تأثير أو تغيير حقيقي يعني كفى انتظارنا أكثر من 18 سنة ولم نتوصل إلى نتائج مرضية الآن لا نستطيع أن ننتظر أكثر من ذلك لماذا لا تكون انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وإن يكون فعلا هناك تغيير تشريين يجب أن تكون موجودة بالبرلمان لكن هناك معوقات كبيرة أمام هذا الوجود فنتحدث عن شروط التشريين للمشاركة من الانتخابات غير متوفرة وبالتالي إمكانية إعادة الوجوه المتنفذة والفاسدة هو الموجود بصورة أكبر من وجود منتفضي تشريين في البرلمان الناشط السياسي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقية سيد حسين النجار شكرا جزيلا لك وكان معنا من بغداد أيضا متحدث الرسمي باسم تنسيقية المرشحين المستقلين بالعراق سيد عمر الشريفي ومن بغداد كان معنا رئيس مركز العراق للشؤون الاستراتيجية الدكتور صلاح بوشي شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام نناقش أيضا في مدار الغد هل تعزز الانسحابات المتواترة من السباق الانتخابي حظوظ التأثير الإيراني على المشهد الانتخابي؟ أهلا بكم مجددا في مدار الغد يأمل العراقيون أن تعبر الانتخابات المقبلة عن مرحلة التغيير الحقيقي الذي نادى بها حراك التشرين لكن ثمت تخوفات من سعي ميليشيات موالية لإيران إلى شرعانة وجودها بالسيطرة على نتائج الانتخابات ومن ثم إجهاض أي محاولات لإحداث تغيير في النظام السياسي العراقي في ظل انسحابات تتوالى من بعض الكتاب اشتركوا في القناة الانسحابات المتواترة من السباق الانتخابي وتأثير إيران على المشهد الانتخابي العراقي محور حديثنا مع ضيفينا من عمان الكاتب والباحث السيد عبد الأمير طارق ومن طهران مستدر العلاقات الدولية في جامعة طهران دكتور عماد أبشناس أهلا بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك سيد طارق الانسحابات من المشهد الانتخابي هل ستؤثر بالفعل بداية على الانتخابات وسيرها ونتائجها أيضا؟ أنا أشكرك وأشكر كل متابعي قناة الغد وتحياتي لضيفك ولحضرتك أهلا بك الانتخابات في العراق ابتدعت بعد 2003 بعد غزو العراق واحتلالها وإسقاط النظام الوطني حقيقة مرحلة انتخابية بعد مرحلة انتخابية هي أسوأ جاءت جعفري ثم المالكي أسوأ ثم العبادي ثم عادل عبد المهدي ثم انتهينا الآن الكاظمي كل مرحلة تمر على العراقين هي أسوأ من الأخرى فهذا مقدمة بسيطة يعني مثل واحد يضع مبالغ من المال في مشروع استثماري إذا في كل مرحلة يخسر جزء منه ما الفائدة من الاستمرار في المشروع هكذا أشبه لك المشهد العراقي الانتخابات لن تحصل فيها أي تغيير بسبب التدخل الواسع الكبير لإيران وفي نتائج الانتخابات وبالأقص في هذه المرحلة الانتخابية تقول لي السبب ليش؟ السبب هي الميليشيات الولائية المرتبطة بإيران نحن في الانتخابات الماضية شاركوا العراقين بنسبة 19.2 بالعشر نعم هذه توقعاتي في هذه المرحلة ستكون نصف أو أقل من الرقم الذي هو 19.2 بالعشر لأن العراق يوصل إلى مرحلة لا فائدة ولا جدوى واضح من عملية الانتخابات ويقل علينا رئيس الوزراء ويقول إما انتخابات لتطوير وتغيير عن أي تطوير وعن أي تغيير أو هو اقتتال أنا أعتقد أنه يعني الانتخابات ما راح تحقق أي نتيجة لأن الانتخابات ستكون مرهونة بالعرادة الإيرانية ابقى معنا أنتقل لك سيد أبشناس إذن الانتخابات ستكون مرهونة بالإرادة الإيرانية هناك من يتحدث ويقول أيضا أن الميليشيات الإيرانية تريد أن تنزع اللباس العسكري وبالتالي تذهب إلى مرحلة أخرى من العمل السياسي وفق معطيات على الأرض مدعومة من إيران تحية لك للضيف العزيز والمشاهدين الكرام يعني عندما نتكلم عن الميليشيات هنا هذه ليست ميليشيات إيرانية هذه ميليشيات عراقية يعني إن كانت إيران تدعمها هذا لا يعني أنها غير عراقية هم من الشعب العراقي ولهم نفس الحقوق التي هي لدى باقي أبناء الشعب العراقي مثلهم مثل باقي أبناء الشعب العراقي على كل حال هذه المجموعات كان لها أنجازات ومنها محاربة تنظيم داعش ومكافحة الإرهاب في العراق وطبعا الشعب العراقي يستطيع أن يقرر إذا ما كان يريد أن يصوت لهؤلاء أو يصوت لغيرهم حسب ما أراه اليوم في المشهد السياسي العراقي طبعا أنا أوافق الأستاذ طارق بأن نسبة الإقبال ربما سوف تكون قليلة جدا يعني حسب ما أسمعه في الواقع من أصدقائي العراقيين من شتى الاتجاهات السياسية يعني لربما يكون الإقبال قليلة نسبيا أقل من قبل وأيضا لربما الكتل السياسية لن تستطيع أن تحصد كراسي كثيرة في مجلس النواب هذه المرة يعني بعكس الأمرات السابقة التي كانت بعض الكتل تستطيع أن تحصد نسبة كبيرة من الكراسي هذه المرة ربما لا تستطيع أن تحصد هذه الكراسي وهذا سوف يشكل مشكلة لتشكيل الحكومة الجديدة يعني يصعب تشكيل الحكومة الجديدة في العراق وهذا ما يخيف إيران في الواقع بالنسبة لإيران استقرار العراق هو أهم شيء واضح سيدة بشناس انتهاء الحرب الإيرانية العراقية نعم وضحت الفكرة في هذه الجزئية دعني أخذ ردا من السيد عبد الأمير طارق على ما ذكرت حتى لا نتجاوز نقطة أن الميليشيات المدعومة من إيران على الأراضي العراقية هم عراقيون ويتمتعون بكل ما يتمتع به المواطن العراقي كيف تردون سيد عبد الأمير طارق نعم أنا أتفق ويا عراقيين بس ولاهم ليس للعراق ولاهم المطلق لإيران وبتصريحات علنية يتحدثون يقولون نحن نستلم توجيهاتنا من القائد الخامنئي يعني هو الأخ أسب إيران هل يسمح هو يقول إحنا ندعم يعني هو يتفق معايا أنه أكدعم لهذه الميليشيات من إيران هل تسمح إيران بأن ندعم أي طرف موجود في إيران لأي مناسبة كانت لانتخابات أو لمعارضة أو لتظاهرات يعني ليش يقبلون أن يتدخلون بشأن العراقي بهذا الشكل ماذا يعتبرون العراق؟ إذا هو الآن يتحدث يقول إحنا يهمنا استقرار العراق استقرار العراق ما يحصل ويوجد هناك دعم خارجي وأكو توجيه خارجي وأكو إيرادة خارجية في القرار العراق يعني كيف يمكن لأي حكومة أن تحدث حالة تغيير وتطوير طبعا بالمناسبة من يقول أن التشرينيين يشاركون بالانتخابات وهم التشرينيين لن يساهموا في هذه الانتخابات لأنه يعتقدونها انتخابات ستزور كسابقتها يعني هو اتفق معايا أنه النسبة المشاركة كانت 19.2 بالعشرة وبإرادة إيرانية أمريكية وصلوا الرقم إلى 55 يعني أكثر من 36% حصل التزوير إذا حصل تزوير في هذه الانتخابات من يستطيع أن يزور الأكثر بالتأكيد صاحب القوة السلاح اللي هي الميليشيات اللي يجيها توجيه ودعم إيراني البعض يبرر ويقول أن التدخل الإيراني في العراق بسبب الحدود المشتركة مثلا أيضا هناك تخوفات أمنية لدى طهران من وجود الدواعش في العراق هل لهذه التخوفات أي حضور أي صدق في الرواية العراقية أخي العزيز يعني مو إحنا وثائق أعلنها الرئيس الأمريكي ويسمعني الأخ من إيران يعني داعش من أسسها أسستها أمريكا وبتنفيذ عراقي إيراني يعني إحنا نجي نضخم من داعش وصارت معركة وأنا كعراقي أتفرج على كل المعارك كل معركة عسكرية تحصل المفروضة شوف قدامي آليات احترقات بشر احترق ما شفنا شيء يعني سوى هناك أنا في تقديرها نهب لخيرات العراق 100 مليار دولار صرفت على مكافحة داعش يعني وساهمت القوات العسكرية وساهم طيران التحالف بس أنت من يريدوني يضخمون الموضوع نعم أنا ما أقول لك المتطوعين بارك الله بهم بس متطوع ما متدرب مثل الجيش اللي قام بمهمة مكافحة داعش الجيش ليش الآن يحاولون يضعفون الجيش ويتحدثون عن الفصائل اللي تدعمها إيران وفصائل الحجم كل التحية والتقدير لكل واحد ساهم بالتحرير ولكن نعطي كل صاحب نحق نحقه القوات المسلحة هي من حررت العراق من داعش القوات اللي يتحدثون عنها الحشد وقوات الميليشيات كانت داعمة وليست هي من حرر الأرض نحن نشكرهم وقدموا تضحيات بس لا تنكر حق الجيش العراق والأجهزة الأمنية اللي قاتلت ولولا أنا أقول لك رغم أنا ضد الاحتلال بكل معانية ولولا وجود طائرات التحالف ما كان انتهى داعش وداعش إلى هذا اليوم لم ينتهي داعش مخليتها أمريكا وسيلة لتنفيذ مآربها ابقى معنا سيد طارق أنتقل للدكتور أبشناس سيد أبشناس وفق أي رؤية تتعامل إيران مع العراق هناك من يقول أنه تتعامل مع العراق كأنها ولاية إيرانية أولا فقط أريد أن أقول أنا لم أقل 19.2% فقط وفقت على الأستاذ طارق على أن نسبة الإقبال ستكون قليلة أنا لا أعلم ما كانت نسبة الإقبال في الانتخابات السابقة دقيقا يعني في الواقع أما بالنسبة لرؤية إيران يعني هذه المنطقة ككل يعني إيران تنظر إلى المنطقة ككل رؤية إيران على أساس أن هناك نفوذ إقليمي للدول المختلفة فيما بينها البعض يعني العراق يؤثر على إيران إيران تؤثر على العراق لبنان يؤثر على إيران وإيران يؤثر على لبنان نفس الشيء بالنسبة لتركيا على العراق الصعودية على العراق مصر على الدول الباقية يعني تاريخيا إذا ما نظرها في يوم من الأيام لربما كان عبد الناصر يخطب في القاهرة وكل الشعوب العربية في كل العالم العربي كانت تسمع كلمة عبد الناصر سيد أبوشناس يعني هذا معروف سيد أبوشناس مع الفارق يعني هذا قياس مع الفارق حتى على صعيد تاريخي وسياسي ذكرت بعض من الدول العربية لم تدعم ميليشيات على الأرض العراقية لم تقتل عراقيين حسب اتهامات كثيرين بتصفية واغتيال من يخالف إيران في العراق ومن قال ذلك من دعم داعش من دعم داعش من فتح المجال للأمريكان لكي يهجموا على العراق من أعطاهم دعك من التاريخ سيد أبوشناس نحن نعرف تماما التاريخ ولكن لا أنت قياس للقياس مع الفارق نعم هذا قياس مع الفارق نتحدث الآن عن العراق المملكة العربية السعودية وغيرها من دول عربية حتى مصر أو وغيرها من الدول لا يوجد لها ميليشيات عاملة على الأرض من مولى داعش من مولى القاعدة دعك من هذا الحديث دعنا نتحدث عن الانتخابات من مولى داعش من مولى القاعدة إيران كيف تتعامل مع العراق أما بالنسبة لإيران أما لنرجع إلى السؤال حضرتك تفضل بالنسبة لإيران بالنسبة لإيران ما يهم إيران هو أن العراق يجب أن يتمتع باستقلال والثبات وأن تكون هناك حكومة صديقة لإيران لا أقول حكومة إذا ما أردنا أن نقول تحت الظل الإيراني يعني نحن اليوم مثلا حكومة السيد كازمي الجميع يعلمون أنها حكومة مقربة من الولايات المتحدة وعلاقاتها ليست ودية مع إيران ولكن ليست عدائية أو حتى السيد العبادي نفس الشيء كان يعني بالنسبة لإيران المهم أن لا تكون حكومة عدوة لإيران هناك موجودة في العراق هذا ما يهم إيران هذا الشيء الوحيد الذي يهم إيران وما دخل إيران في حريط التعبير والمشاركة السياسية داخل العراق ما دخلها هذا شأن داخلي الانتخابي داخلي لا الأمر ليس شأن داخلي الأمر أنه صدام حسين هجم على إيران وقتل مليون إيراني عندما تكون أنت على الحب يهمك أيضا دعك من هذا الحب يهمك سيدة بمشناس وضحك الفكرة يعني لا يمكنك أن تغمض عينك على من هو نتحدث الآن عن هذا الواقع نحن نتحدث الآن عن الواقع الانتخابات إيرانية مقبلة بعيدا عن كل التاريخ الأمريكي موجود في العراق نعم تريد أن تعيدنا للتاريخ سيد طارق لا أنا أعيدك إلى التاريخ أنا أعيدك إلى الحاضر يعني الأمريكي موجود اليوم في العراق ماذا يفعل الأمريكي في العراق وماذا تفعل مليشيات المدعومة من إيران في العراق يتجسس على الإيراني من الأراضي العراقية يهجم على الإيرانيين من الأراضي العراقية يرسل الإرهابيين من الأراضي العراقية وضحت الفكرة سيدة بمشناس كيف تردون أولا هو يتحدث عن الحرب العراقية الإيرانية أنا أقول له أن الرئيس الخالد الشهيد صدام حسين لم يعتدي على إيران من اعتدت على العراق ابتدأت بالاعتداءات من شهر نيسان وابتدأت بالاعتداء وإعلان الحرب عندما وجهت القيادة العراقية رسالة تهنئة للثورة الإسلامية وكان رد السلام على من اتبع الهدى 250 مذكرة بالأمم المتحدة خلي روح يطلع على مذكرات احتجاج على التجاوزات الإيرانية ولم يرد العراق إلا 22 تسعة ورد العراق في 22 تسعة ووافق على وقف اطلاق النار على قرار مجلس الأمن في 28 تسعة بعد ستة أيام يعني من هذا أقول له يتحدث عن المليون اللي راحوا يتحمل مسؤوليتها الخميني في وقته وليس القيادة العراقية دعنا نتحدث في الواقع لأنه كل قرار تتخذه لازم يعطي يعني أنا متشايف في إيران تزور العراق أكثر من أي دولة وتتدخل في كل شيء يعني يقول لي هم يريدون حكومة صديقة نتمنى أن يكونوا عندنا أصدقاء ولكن هم يريدون حكومة موالية واذا يقول الكاظمي هو أمريكي الكاظمي لا أمريكي الكاظمي فتح ميزانية العراق لإيران يعني خل نقول الحق كل الحكومات اللي جت بعد الاحتلال اللي جاء بها الاحتلال هي حكومات موالية لإيران ومو أنا قلت خاتمي رئيس الإيراني طلع قال لو لا تدخلنا لما استطاعت أمريكا احتلال العراق يعني هذا اعتراف رسمي من رئيس الإيراني يقول لو لا نحن تدخلنا أمريكا ما كانت تستطيع نعم أنا أقول لك من بلدان عربية معروفة انطلقت قسم من الطائرات ومن قواعد ولكن من ساعد على احتلال العراق هم إذا يكمنون حقد على حرب عراقية إيرانية العراق ما كان سبب في الحرب السبب في الحرب إيران تريد تتوسع على على مدار الدول العربية وخلي يكونون إذا هم فعلا مسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حديث يقول إذا هجم كسرى فلا كسرى بعد يعني ماكو بعد امبراطورية فارسية لا تحلم إيران بامبراطورية فارسية خلي تقيم علاقات طيبة مع الدول العربية وانا أقول لك هو ما جاوبك على سؤالك بساني أجاوبك إيران تعتبر لبنان ولاية وتعتبر سوريا ولاية والبحرين ولاية واليمن ولاية والعراق ولاية ابقى معنا سيد عبد الأمير الطارق سيد أبشناس تعتبر إيران لبنان ولاية وأيضا العراق ولاية وهذا ربما ما أشرت إليه من خلال التلميح بأن إيران لا تريد أن تكون هناك داخل العراق حكومة ليست صديقة لطهران هذا يعني أن إيران يمكن أن تمارس مزيدا من الضغط حتى يتم تأجيل الانتخابات لو لم تكن الانتخابات المقبلة مضمونة في جيب المرشد لا أبدا هذا ليس الكلام الذي قلته أولا الحرب العراقية ضد إيران تعود مجددا الحرب العراقية والإيرانية سيد أبشناس سألتك سؤالا واضحا الآن عن هذه الانتخابات وخاتمي لم يقول سيد أبشناس الولايات المتحدة إيران سعدت العراق لم تسعد دعنا نتحدث الآن في سؤالنا هذا تحريف للواقع في الواقع سيد أبشناس ولكن بالنسبة لسؤالك كلا لا العراق ولاية ولا لبناء ولاية هذا تحريف للواقع الواقع أن هناك تأثير متقابل للدول على بعضها البعض نحن في الشرق الأوسط يعني نحن مثلا في إيران عدد كبير من الشخصيات السياسية من إيران أصولهم من العراق أنا جدتي عراقية وجدي إيراني يعني لا يجب أن اهتم بما يحصل أنا أولاد عمومتي كلهم عراقيين نحن العشيرة عشرتنا نصفها عراقيين ونصفها إيرانيين أجبني على سؤالي سيد أبشناس وهذا يعني أنا لا يجب أن أهتم بماذا يحصل على بماذا يحصل على في سيد أبشناس عند جاري أجبني عن سؤالي كان واضحا سيد أبشناس بالنسبة لإيران نفس الشيء سيد أبشناس أجيبك على سؤالك أجبني على السؤال أنت تريد تحريف كلامي أنا كلامي لا أحرف سيد أنا أسألك وأنت تجيبني نعم تفضل نعم وأنا أجيبك على سؤالك سؤالك أنت سألت إيران تعتبر العراق ولا يكن بعد ذلك سألتك سؤالا أيضا واضحا فيما يتعلق بأنه لو إيران لم تضمن نتيجة الانتخابات المقبلة لصالحها وهناك حكومة مؤيدة وموالية كما أشار السيد طارق قبل قليل لطهران كيف يمكن أن تتعامل إيران حينها اليوم الحكومة الموجودة في بغداد هي حكومة مقربة من الولايات المتحدة وليست مقربة من إيران وجميع يعلم ذلك نعم وإيران لا تتدخل في الانتخابات العراقية عمليا الحكومة المقربة من الولايات المتحدة هي التي تدير الشأن الانتخابي في العراق طبعا إيران تحب أن يكون هناك أصدقاء لها هناك ينجحون في الانتخابات ولكن هذا لا يعني أن إيران تتدخل في الانتخابات العراقية والعراق ربما ينفي ذلك في كثير من التصريحات أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلاقة الدولية بجامعة طهران دكتور عماد أشناس وأيضا كان معنا من عمان الكاتب والبحث في الشأن العراقي السيد عبد الأمير طارق شكرا جزيلا لكم ضيفيا كريمين إلى هنا انتهت حلقة اليوم من مدار الغد وتابعتم فيها مع التأكيد على إجراء الانتخابات هل يترجم الشباب العراقي تأييده للحراك عبر كثافة التصويت؟ مخاوف من أن تعزز الانسحابات المتواترة من السباق الانتخابي حضوض التأثير الإيراني على المشهد الانتخابي شكرا لكم على كرم المتابعة في أماننا